هل من الممكن أن نرى كشف حساب للمقصرين؟ كشف حساب يعني إذا اتضح من كشف الحساب أن هناك مقصر يجب أن يتم معاقبته يجب أن نعلم من هو المتسبب في فشل المنتخبات الوطنية في مصر بارح استعرضت مع حضراتكم فشل كل المنتخبات الوطنية بسبب إيه؟ بسبب سوء التخطيط غياب الوعي الكروي حاجات كتيرة تانية لكن هو ده اللي واضح لازم يكون حضرتك في حساب على الفلوس اللي راحت لأنه في النهاية هتقول لي مش كل مدرب بييجي هيعمل هي بطيخة صح في كرة القدم بالمناسبة الكلام ده صح ولكن كيفية الاختيار كيفية كيفية اتخاذ قرار أنا كمدير فني للمنتخب إزاي يسيب الأمر يصل لهذه الدرجة اللي احنا شفناه؟ ده أنا عندي حكاوة كتيرة جدا لكن مش هتكلم فيها دلوقتي كله في وقته فاتخيل حضرتك أن مرتب فيتوريا كلف غزينة اتحاد كرة القدم حتى الآن 125 مليون جنيه؟ ليه هو بس يعني غير المساعدين اللي معاه غير تكاليف الإقامة كان يجب على فيتوريا أنه هو يبقى أفضل من كده عنده قرارات غريبة جدا فيه فنية يعني قرارات فنية غريبة جدا عشان كده كنت بقول أنه لو هناك تخطيط من البداية وفيه نظام بيتم وضعه أنا أجيب مدير فني ماشي هي وجهة نظر في أن أنا أجيب مدير فني من كل مسؤول عن الكرة هو وجهة نظر أنه هو يشايف أن فيتوريا جيد ولكن يجب أن يكون فيتوريا موجود ويتعمل له نظام أو يتعمل لكرة القدم نظام يتعمل نظام لقطاعات الناشئين هل قطاعات الناشئين المختلفة بتفرز لعبين أكفاء موهمين هل بيبقى عندهم القدرة على ارتداء قميص منتخب مصر زي ما كل المنتخبات الأفريقية بتعمل يا جماعة إنما إزاي الناس تشتغل مش هنقدر نقول اللي بيبقى في موضع المسئولية هو اللي بيأخد القرارات يعني اتحاد كرة القدم هو اللي بيأخد القرارات وأنا كنت من الناس اللي شايف أن سيفي بتاع فيتوريا سيفي كان جيد جدا ولكن معها الأندية مع الأندية فقط مش فيتنوش مع المتخب واللي أنا شايفه داي خلينا روح لإيه إن كل واحد عايز يحافظ على كرسيه فقط كرسي وخلاص مش مهم إيه اللي يحصل لمنتخب مصر يعني أنا لو شفته وحصل معايا هذا الأمر حبقى عندي مشكلة كبيرة جدا إن أنا من وجهة نظري شايف إن أنا ما شفت الشغلي هناك البعض يرى أن الاستقالة دلوقتي هي هروب يعني إحنا عايزينكم تهربوا يعني كثير من المصريين عايزينكم تهربوا ترجمة نانسي قنقر